صورة قاطمة يرسمها المحللون حيال الاقتصاد الإيراني لما سيكون عليه في ظل العقوبات الأمريكية المشددة بما يرفع التقديرات الأولية إلى مستوى وقوع كارثة اقتصادية ففي تقرير نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات كتبه مدير الدراسات الإيرانية في المؤسسة سعيد نجاد أحال تقديراته الأولية بناء على ثلاثة عناصر رئيسية الأولى استمرار تراجع الصادرات النفطية التي تشكل العمود الفقري لاحتياطي العملة الصعبة لطهران ثانيها الانخفاض المتواصل في صادرات البتروكيمويات أما ثالثها فهو تضاء القدرة البنوك الإيرانية على الحصول على العملة الصعبة من إيرادات صادرات النفط وأضاف التقرير أن طهران يمكن أن ترجع الانهيار من خلال استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة ومحاولة الالتفاف على العقوبات بالإضافة إلى خفض الدعم على بعض السلع الرئيسية إلا أن هذه الإجراءات لن تكون لها فائدة باعتبارها حلولاً مؤقتة ولن تعود بالإجابة على المدى البعيد عدا عن تسببها لا محالة بتوسع انتشار البطالة وارتفاع التضخم فوق حاجز الأربعين في المئة وهو المستوى الأعلى للبلاد منذ ثلاثة وعشرين عاماً وخلص تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن طوق النجاة الوحيد لطهران هو قبولها شروط واشنطن في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها حالياً وانعدام أي حلول أخرى ترجمة نانسي قنقر